اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى ان اغتال ابن ملج من الخارجي علي فتولى ابنه الحسن بعد علي الخلافة ثم تنازل عنها لمعاوية عام 41 هجرية وفق اهد بينهما فاسس الدولة الاموية واتخذ دمشق عاصمة له هو معاوية ابن ابي سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي الاموي ابو عبد الرحمن وامه هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس نشأته ومولده نشأ معاوية رضي الله عنه في بيت عز وشرف فابوه هو ابو سفيان صخر ابن حرب سيد قريش بلا منازع وصاحب الامر فيها وهذا اكسبه قدرة على مسايسة الامور والتعامل مع الناس على اختلاف اجناسهم وقد بدت النجابة على معاوية مبكرا وظهر ذلك في تصرفاته وافعالهم مما جعل امه هند بنت عتبة تؤمل فيه امالا كبيرة وتتوقع له مستقبلا عظيما حيث كانت تعتقد انه سيسود العرب جميعا ولذلك لما قال لها ابو سفيان ان ابني هذا لعظيم الرأس وانه لخليق ان يسود قومه فعندئذ قالت هند قومه فقط فكلته ان لم يسود العرب قاطبة اسلامه اسلم معاوية عام الحديبية وكان يكتم اسلامه من ابي سفيان حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاظهر اسلامه وقيل اسلم هو وابوه يوم فتح مكة شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحروب حنينا والطائف واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مئة من الابل واربعين اوقية من الذهب وكان من المؤلفة قلوبهم ويقول ابن سعد في بيان سبب اخفاء اسلامه وكان يذكر انه اسلم عام الحديبية وكان يكتم اسلامه من ابي سفيان قال معاوية فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فاظهرت اسلامي ولقيته فرحب بي وذكر سبب اخفائه اسلامه انه قال اسلمت قبل عمرة القضية ولكني كنت اخاف ان اخرج الى المدينة لان امي كانت تقول اذا خرجت قطعنا عنك القوت زوجاته واولاده اما نساؤه واولاده فقد تزوج معاوية رضي الله عنه من خاتنة بنت قرضة فولدت له عبد الرحمن وبه يكنى وعبد الله وتزوج ميسون بنت بجدل فولدت له يزيد وبنتا سماها امت رب المشارق صفاته واخلاقه اشتهر معاوية بن ابي سفيان بانه احد دهات العرب البارزين فصيحا حليما وقورا جذل الرأي كريما طموحا ذو شخصية فذة ومواهب سياسية متميزة وقد سبق ما قيل لامه ذات يوم انعاش معاوية ساد قومه فقالت ثكلته ان لم يسد قومه وهذا ما حدث بالفعل فكان معاوية متميزا بذكائه منذ الصغر فقد تعلم الكتابة والحساب فاصبح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احد كتاب الوحي المعروفين وكان من الموصوفين بالدهاء والحلم مهيب الطلعة بعيد الاناء اول من اتخذ الحرس من الخلفاء واول من اتخذ ديوان الخاتم وحزم الكتب وكان رضي الله عنه طويلا ابيض اجلح والجلح انحسار الشعر على جانبي الرأس جميلا اذا ضحكا قلبت شفته العليا وكان ابيض الرأس واللحية يخضبها بالحناء والكتم وكان يصفر الحيته كأنها الذهب وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس كريما عادلا شهما وكان من الموصوفين بالدهاء مهيبا فضله في الاسلام كان معاوية احد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد وروا عنه جماعة من الصحابة والتابعين جاهد وفتح البلاد بعدما تولى الامارة بعد وفاة اخيه في عهد عمر ثم عهد عثمان ثم عهد علي اوليه الخلافة واهم اعماله لما قتل علي رضي الله عنه بايع اهل العراق ابنه الحسن رضي الله عنه فلم تمضي سنة حتى قام الحسن بن علي رضي الله عنه بالمصالحة مع معاوية رضي الله عنه على ان له الخلافة وذلك حقنا لدماء المسلمين وكان ذلك في سنة اربعين من الهجرة فاستقرت الخلافة عند ذلك لمعاوية ابن ابي سفيان واصبح اميرا للمؤمنين بلا منازع ويقال كانت امارته عشرين سنة وخلافته عشرين سنة ومن اهم اعماله واحد تنظيم البريد بطريقة لم تعرف من قبل حيث جعل له محطات تقف بها الخيول المجهزة لاستلام البريد ثم نقله الى المحطة التي تليها وهكذا اصبحت اخبار الدولة الاسلامية تصل الى الخليفة بسرعة وامان اثنان انشأ ديوان الخاتم وفيه تسجل اوامر الخليفة وتحفظ نسخة منه في الديوان وتختم الاصل بالشمع ثم ترسل الى اصحابها ثلاثة حصن الثغور الاسلامية حيث قام ببناء وترميم الحصون والقلاع على حدود الدولة الاسلامية الشمالية وامدها بالجنود المرابطين كما انشأ فرقا استطلاعية منظمة لمهاجمة المواقع البيزنطية في فصلي الشتاء والصيف عرفت بالصوائف والشواتي اربعة اهتم بالبحرية الاسلامية فقام ببناء مراكز السفن الحربية حيث اصبح الاسطول الاسلامي في عهده يتألف من 1700 سفينة خمسة تابع الفتوحات الاسلامية في اراضي الدولة البيزنطية واواسط اسيا وشمال افريقيا وفاته خطب معاوية قبل مرضه فقال اني كزرع مستحصد وقد طالت امرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي ولن يأتيكم بعدي الا من انا خير منه كما ان من قبلي كان خيرا مني وقد قيل من احب لقاء الله احب الله لقاءه اللهم اني قد احببت لقاءك فاحبب لقائي وبارك لي فيه فلم يمضي غير قليل حتى ابتدأ به مرضه محذرا ابنه من النفر الذين لم يبايعوه وحذره اشد الحذر من ابن الزبير وكان موت معاوية في شهر الرجب بدمشق وكانت مدة خلافته استقلالا من جمادي سنة احدى واربعين حين بايعه الحسن بن علي تسع عشرة سنة وثلاثة اشهر وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة وقيل ثمانية وسبعين سنة وكان قبل وفاته قد بايع لابنه يزيد بن معاوية بالخلافة من بعده واخذت له البيعة في الامصار ولم يخالف في ذلك الا الحسين بن علي وبعض الصحابة الذين رفضوا مثل هذه البيعة وقالوا لا نبايع لخليفتين في وقت واحد وقد حاول معاوية جهده في اتمامه هذه الخلافة لابنه يزيد ترجمة نانسي قنقر